هذا ويؤكد خبراء على ضرورة الاعتناء بأراضي الباقورة والغمر بعد إعادتها إلى السيادة الأردنية مع التجديد على عدم قدسية معاهدة السلام الأردنية مع الاحتلال ما بعد استعادة أراضي الباقورة والغمر كان محور حديث حلقة نبض البلد يوم أمر أراضي الباقورة والغمر ما بعد فرض السيادة الأردنية الكاملة عليها لطالما جال في خاطر الأردنيين عن خطط الحكومة في الاستفادة من كنز المملكة الثميل المستعاد ما بدنا الإسرائيليين بكرة يقولوا هكذا كانت بين أيدينا وهكذا أصبحت بين أيدي الأردنيين عب نحن لازم نبذل كل جهدنا الفني والاجتماعي والاقتصادي لتقديم وتوسيعها حتى وزير الخارجية أيمن الصفبي أوضح أن الأردن استخدم حقه القانوني في استعادة أراضي الباقورة والغمر وأن الأردن يحترم حقوق الملكية الخاصة ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حقوق الملكية الخاصة للأردنيين في فلسطين المحتلة الآن هناك بدي أسلم جدلا أن هذه الأرض ملكية إسرائيلية ونحن كما قال وزير الخارجية سنحترم الملكية الخاصة طيب أنا مواطن أردني أهلي لديهم حقوق وممتلكات في اللد عندنا بيارة وعندنا بيت طيب أنا كمواطن أردني بدي أستعيد ممتلكاتي في اللد والبيارة والبيت يعني لماذا هؤلاء تساهل المفاوض الأردني بإعطاءهم هذه التسهيلات ولماذا لا تعطى حقوقي أنا كمواطن أردني أستعيد ممتلكاتي التي مسجلة أن نعلن التسوية في تلك البقعة لأن ما أعلنت سابقا كانت إسرائيل فيها نعلن التسوية ونطبق قانون التسوية الأردني بيجي اللي بتدعي ملكية فيها بيجي بإثباتاته على لجنة التسوية وبسجلوها باسمه بعض وبعلقوها على أماكن بارزة ثلاث أماكن باعترض اللي بتدعي اعترض بتروع المحكمة بتبت المحكمة في ملكيتها في ملكيتها بتسجل إذا أجنبه السجل حددين أكد أن مرجعية عملية السلام الأردنية مع الاحتلال استندت إلى القرارين مائتين وثمانية وأربعين لسنة ألف وتسعمائة وسبع وستين وثلاثمائة وثمانية وثلاثين لسنة ألف وتسعمائة وثلاث وسبعين وأن أراضي الباقورة والغمر لم تكن ضمن القرارين إلا أن الوفدة الأردنية المفاوضة في عملية السلام عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين تمكن من إدخال الأراضي بملحقين ترجمة نانسي قنقر